أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج دار الطبيب الموسم الخامس على قناة الصحة وجمال زي ما عودكم برنامج دار الطبيب على استضافة النخبة في كافة التخصصات النهاردة بين أيدينا وأيديكم اليوم دكتور باسم الأشرفي استشاري جراحات الفم والأسنان وماجستير جراحات الفم والأسنان بكلية الطب جامعة الأسكندرية وعضون كل من الجماعية الدولية والجماعية الأمريكية لزراعات الأسنان سأخير دكتور باسم أهلاً بحضرتك أهلاً بيك دكتور باسم في الأول عايز أكلم مع حضرتك عن الصورة في زراعات الأسنان الفورية إيه الفرق ما بين زراعات الأسنان الفورية والزراعات التقليدية زراعات الأسنان دي حاجة طبعاً بمطلوبة دي في كل العيادات كل يوم بيأتي مريض لترطاويد أسنانه أو تركيبات أسنانه وكانت الزراعة التقليدية اللي احنا عارفانها الكونفينشنال بتقعد من 3 ل 6 شهور بنحط الزراعة وبننتظر 3 ل 6 شهور وبيجي المريض بعد كده يركب لسن اللي هو التاج النهائي لسن الأبيض اللي هو النهائي للمريض دلوقتي بقى فيه حاجة مختلفة أو بقيت طلب عليها أكتر أول الماركت بقى محتاجها وهي بقيت دلوقتي طبياً بقيت من أحسن الأمور زراعة الأسنان الفورية أو التركيب المباشر تمام وده بيتم في خلال 48 ساعة أو زيارة فورية زيارة في نفس اليوم المريض يقدر يحط الزراع اللي هو الجدر وكمان التاج اللي هو هيبدأ يعمل به الوظيفة الأكل أو الشكل أو أي إن كان وبيقدر أن يوصل به تركيب سن واحد أو عدد أسنان أو فك كامل لو هو محتاج المريض لزرع الأسنان الفاك لو فقد أسنانه الجميع طيب لو حبينا نتكلم عن نسب نجاح الزراعات الفورية نسب النجاح بتبقى قد إيه بالزبط؟ دايماً نسب نجاح زراعات الأسنان من 95% إلى 98% وزراعات الأسنان الفورية لو ماشت على البروتوكول الرسمي بتاعها يعني احنا لو عندنا الأشعاعات المصبوطة الداتا اللي احنا جبناها من المريض الصحيحة من مأسات وأشعاعات والبرامج لتصميم التركيبات والزرع اللي هي بتتم كلها قبل زيارة المريض للزرع تم بالنسبة 100% كل حاجة إن شاء الله بتبقى نسبة النجاح عالية وبتبقى مفيدة جداً للمريض ساعته زراعة الأسنان الفورية بعد زراعة الأسنان يا دكتور انت بيقدر المريض يرجع لحياته الطبيعية؟ دايماً بنقول للمريض ان انت في خلال 72 ساعة لها 3 أيام بيكون في بداية اللي هو الاستخدام البسيط زي بنقول soft diet in small pieces يعني أكل طاري متقطع صغير يبدأ المريض يتمرن على استخدام التركيبات وتدريجياً بيبدأ في خلال أسابيع بيكون بيعيش حياته الطبيعية في الأكله بس طبعاً مع تعليمات معينة بنقولها لاستخدام التركيبات اللي هي التصدم في الزراعة الفورية اللي هي التركيبات مؤقتة بيقدر يبانس بها الوظيفة في الأول طب ايه المعايير يا دكتور باسم الحاجة بيتحدد على أساسها أن المريض ده مناسب للزراعات الفورية بنبدأ الأول من الحالة الصحية العامة للمريض بنتأكد أنه هو مريض هالسي لو كان فيه عنده نسبة من نسب السكر أو تدفع ضغط الدم بيتم التحليل اللازمة أو الأشعات المطلوبة وأهمها طبعاً الأشعة الرئيسية اللي بنستخدمها في تحديد المريض يصلح أو لا يصلح للزارع وبالذات الزراعة الفورية هي الأشعة سلسية الأبعاد وبالتقنية دي المفروض أن هي بأشعات دقيقة جداً بتوصل لـ 150 مايكرون أو 75 مايكرون ودي دقة جهاز الأشعة عشان نقدر نقيم حالة المريض أنه يصلح للزراعة الفورية وبعد كده بيجم تجميع الداتا دي أو المعلومات الكاملة للمريض عشان يتعمل المرشد الجراحي أو الجهاز اللي هيتم استخدامه للزارع وكمان التركيبة كمان اللازمة لكت طب دكتور بس لما جينا ندرس موضوع الزراعات الفورية لأن الزراعات التقليدية في الالتحام بتاخد لغاية ثلاث شهور عشان يتم الالتحام بشكل كامل بالنسبة للزراعات الفورية الموضوع بيكون أفضل من كده وبيتم بشكل أسرع بكتير عايز حضرتك تعملي مقارنة ليه وللساد المشاهدين ما بين الزراعات التقليدية وزراعات الفورية لو إحنا فرضنا أن الزراعات التقليدية اللي هي بتتحط الزرع وبتتساب للمريض مثلا في زراعة الفك الكامل دي بتتساب من 3 ل 6 شهور وبعد كده بنيجي المريض بنعمل تقييم بأشعة نشوف التقامها قدية ونبدأ نركب دي الطريقة التقليدية اللي احنا متعودين كلنا عليها تمام أما الزراعات الفورية بيتم وضع الزراعات أولا بدون جراحة تماما وده باستخدام مرشد جراحي وبيكون مجهز قبل العملية بيحدد منحدد أماكن الزراعات وبنحط الزراعات بالطريقة دي وده بيقلل طبعا من نسب الألم ونسبة الجراحة نفسها وكمان التعقيم اللي لازم لأنه ما فتحناه العظم ما فيش أي خياطات ما فيش أي غرز في الموضوع بالتالي كمان احنا عاملين حاجة اسمها بار معدني من مادة التايتينيوم ومادة ملأمة جدا لجسمنا بيتم ربط الأربع زراعات ببعض وده نوع من اسمها الجبيرة وده بيخلي الأربع زراعات دول متماسكة بشكل كبير مع الوظيفة بالتالي بتساعد المريض على نمو الخلايا العظمية لأن طبعا الوظيفة هي أكتر حاجة بتنشط الدورة الدموية وبتساعد على نمو الخلايا العظمية وده بيميز الزراع الفورية بالذات خصوصا لزراعات الفك الكامل طيب دكتور باسم في حالة الزراع الفورية إحنا لقينا أن بيتم خلع الأسنان للمريض كاملة عايزة أعرف حقيقة إزاي بتتعلقية زرعة الأسنان الثانية الجديدة عايزة أعرف من حضرتك إزاي المريض بيتكيف مع بقه من غير ما يكون فمه من غير ما يكون فيه أسنان خالص طب إزاي بتأهله للوضع ده وبيمارس الوقت ده إزاي الزراعات الفورية من مميزاتها الكبيرة هي دي إن المريض مثلا عنده حتى أسنان مثلا مخلخلة أو خلاص الرابط طقع تمام عنده عدد بسيط هو خلاص عايز يستبدل الكلام ده بتركيبة كاملة ساعة يبقى عنده فرصة كويسة أوي إنه هو حيبقى في نفس اليوم حيستبدل الأسنان المخلخلة بتركيبة سابتة وده هيبدأ يأهل طبعا إنه بيبقى في الفترة الكبيرة دي اللي ما عندهش أسنان بيبقى فيه الوظيفة فقدت عضلاته والمفصل ما بيتحركش بالشكل التقليدي الطبيعي للمضغ فبنده له فرصة إنه يركب التركيبة في نفس اليوم بالتالي مع الزراع بيبدأ يستخدم بالقوانين اللي احنا قلناها الأوكل الطريق متقطع صغير بطريق معين عشان ينشط عضلات فك تاني والمفصل للاستخدام التدريجي وبالتالي بيرجع للوظيفة بشكل دقيق جدا وبيبدأ المريض بعد كده حتى لو عايز يركب تركيبة دايما بعد مرور ستة شهور بيكون خلاص الوظيفة وكل حاجة رجعت لوضعها الطبيعي أنا عرفت إن فيه بروتوكول حضرتك بتستخدمه تميز جدا مع البيشنت اللي جايين يعملوا زراعات فورية الـ To visit protocol أسحك تشرحوا لينا ولسادي المشاهدين بشكل مبسط نظرا لوجود عندنا معظم الأجهزة في نفس المكان يعني وجود جهاز الأشعة الثلاثة الأبعادة للضقيق اللي احنا بنتكلم عليه اللي بيحقق لحد 75 مايكرون دقة في الفك الكامل دي أول حاجة طبعا دي من أول احنا الـ To visit protocol هم زيارتين الزيارة الأولى بيتم تجميع الـ Data دي كلها إنه المريض بيخش عندنا يتم تصويره بالأشعة يتم مؤاخد المقاسات بالجهاز الـ Entra-Aural Scanner اللي هو بيتاخد على الكمبيوتر بدون عجين بيكون ضقيق جدا بنبقى كده أخدنا الـ Data بتاعة المريض فاضل بيتاخد له صور بأشعة بعد الأشعة الثلاثة الأبعاد والـ Entra-Aural Scanner اللي هو المقاسات بيتاخد Facial Scan زي صورة ثلاثة الأبعاد للوش من خارج وبالتالي بيبقى عندنا الـ Data كلها بتاعة المريض بيتم بقى إحنا بنشتغل على الكمبيوتر نجمع كل الـ Data دي نطلع المرشد الجراحي وكمان التركيبات اللي هيتم تسلمها في نفس اليوم الزيارة التانية بتكون للمريض في الـ To-Visit Protocol إنه جاي اليوم ده هيحط الزراعات هيركب التركيبة وهيبدأ يعمل يمارس حياته بعد كده يعني بيبقى عنده صورة تخيلية للزراعات قبل ما يتم تركيبها؟ لأنه إحنا ما بناخد الصور للمريض بالتالي بنقدر نوريه كمان إنت هتبقى الشكل إيه؟ الوظيفة هتبقى إيه؟ وبنيقدر نتخيل كمان الوظيفة عارف الريزلت قبل ما يحصل لأنه إحنا عندنا كمان في الجهاز بتاعنا أو البرامج اللي نستخدمها بفيه زي سيميوليشن للحركة وسيميوليشن للشكل فبيقدر نعرض الكلام ده على المريض عشانه عنده برضو تعليق قبل تنفيذ التركيبة النهائية طب أنا لو حبيت أجي أعمل زراعات فورية أنا عرفت أن فيه محاذير أو فيه ناس أو لا يتناسبوا مع الزراعات الفورية منهم مرضى السكر والضغط عايز أعرف من حضرتك إيه اللي بيتمتنع عن الزراعات الفورية معي لو كان المريض السكر المصاب بمرض سكري وهو غير منتظم في العلاج يعني أنكونترولد بنسميه وسكر تركومي أعلى من ثمانية وبنعمل تحليله وبنشوف الكلام ده ضغطه مرتفع وغير ملتزم برضو بالعلاج هافي سموكر يعني مدخن بشراها كل ده امتنع طبعا عن تنفيذ الزراعة الفورية والأهم زي ما قلنا عمل أشعة كمان السلسيات لا بعيد لو اللاجئين لقينا أن العظم لا يسمح بذلك أو كسافة العظم ضعيفة أو عنده هشاشة أو كده وده بيبان بوضوح جدا في الأشعات الضقيقة اللي احنا قلنا عليها ساعتا بنمتنع عن الزراعة الفورية وبنشوف البدائل طب دكتور باسم هل أنا دلوقتي لما أجي أعمل الزراعات هل هي بيكون وانس لايف طايم يعني هل أنا عملت دلوقتي زراعة فورية خلاص هعملها مرة واحدة في حياتي وحتستمر معي مدى الحياة ولا بيكون في عمر افتراضي وبعد كده حطاري أن أنا أعمل زراعة تاني يعني هل كده سؤالك مقتصر أن احنا بنقول أن الزراعات هي بتتحط مرة واحدة في العمر تمام ولكن أنا ممكن أغير التاج يعني الزراعة تتحط بشكل دقيق بتبقى متواجدة أنا بركب حتى الزراع الده في نفس اليوم زي ما قلنا ومعاها التركيبة المؤقتة اللي بتقعد مع المريض من 3-6 شهور بعد كده بييجي يعمل التركيبة الدايمة والتركيبة الدايمة عمرها من 5-8 سنوات من 5-8 سنين آه بيجي بعد كده مش مطلوب منه يغير الزراع تاني مطلوب منه يغير التركيبة الدائمة بعد استخدامها من وظيفة من 5-8 سنوات بيتم تقييمة هل تتم تغييرها ولا المريض بحالة جيدة محافظة على سنينه كويس ممكن تستمدر كمان سنتين معين طيب في حالة التغيير يا دكتور الموضوع بيكون ازاي يعني أنا بغير مثلا التاج بس بتاع السنة هل الموضوع بيكون بسيط ولا لا بيبتدي أن أنا يعني بخش في عملية تانية وبروزيس كاملة الجميل في الموضوع استخدامنا لتركيبات التايتينيوم وهنكلم عنها أكتر بعد كده التايتينيوم بتركيبات بنقول أنها سكروريتيند يعني سكروريتيند يعني يتم ربطها بمصامير معينة يعني ما بتتلزقش يعني سهولة فكها في أي وقت جاء المريض عايز حتى ينظف التركيبة ويرجعها تاني فده بيدينا أنه نعمل الكلام ده التركيبات التايتينيوم المخصصة للزارع الفك الكامل خصوصا بتكون بطريقة السكروريتيند بليه الربط وليس اللازم ودي بتبقى طبعا بالنسبة للمريض جميلة أوين هو يرجع زي ما عليك قولت يستبدل تركيباته بسهولة ويبقى ليها مرجعية نحن نقدر ننظفها أو لو عنده أي مشكلة فيها نقدر نرجع لها دي دكتور باسم زي ما عودنا جمهور برنامج دار الطبيب لما بنجي نتكلم عن أي موضوع بالنسبة للزراعات الفورية عايز أستغل وجودك معي وتوجه روشتة بأهم النصائح والإرشادات ما بعد الزراعات الفورية والمريض المقبل على الزراعة لو حنقسمها على مرحلتين هيكون إيه روشتة؟ أول حاجة طبعا هي صحة الفم ودي مش دي لأسناننا الطبيعية أو لأسناننا التركيبات أو سواء التركيبات العادية أو تركيبات الزرع طريقة غسيل الأسنان متابعة للطبيب كل 3-6 شهور في العيادة لتنظيف الجير وإزالة الرواسب الجيرية الثالثة طبعا المهمة جدا هي طريقة الأكل والاستخدام اللي بيعمل عليها الكلام ده في فترة التمهيد الأول بيأكل بطريقة معينة تدريجية بالأكل الطريق قطع صغير ما باش فيه سرعة في الأكل إن لسه حتى وظيفة الفم أو وظيفة الفك ما بتكونش راجعت كمنا إلا بعد مرور 8-10 أسابيع من استخدام الجهاز الجديد أو التركيبات الجديدة بعد كده بيبدأ المتابعة الدورية بقى في عيادات الأسنان تمام وهي دي اللي بتحافظ على نظافة الأسنان واللسة والتركيبات اللي احنا عاملين دكتور باسم دائما بيكون مستمتعين في اللقاء مع حضرتك أعزائي المشاهدين ومستمرين في اللقاءنا الممتع مع دكتور باسم الأشرافي الفكرة الجاية حنتكلم عن تركيبات التيتانيوم وحنتكلم عن جهاز الووترليز انتظروا هنا تركيبات التيتانيوم هي تحقيق للمعادلة الصعبة انها ما بين التركيبات الأكثر تقبل لجسمنا وهي طبعا بنبقى مفضلة جدا في تركيبات الزرع خصوصا انها لو برضو رجعنا لتركيبات الزرع هي معمولة من التيتانيوم مصمار الزرع أو تركيبة الزرع أو سن الزرع الغرس نفسه من مرد التيتانيوم وهي قد أكتر مادة متقبلة من اللاسة ومن العظم وعشان كده تركيبات التيتانيوم اللي هي مكملة للموضوع الزرع هي أكثر مادة متقبلة لجسمنا بالإضافة إلى صلابة المادة دي جدا هي معمولة من تيتانيوم جريد 5 ودي من أكتر المواد المتقبلة من جسمنا وصل وصلبة والأهم من الاثنين أن وزنها خفيف يعني التركيبة الكاملة للفك الكامل وزنها بتكون من 8 ل 10 جرام ولو جينا قارننا مثلا تركيبة من مواد البر بورسلين أو الزركون في تركيبات الزرع بتوصل ل 135 ل 185 جرام تمام فهنا بنقارن مقارنة تقريبا بعيدة جدا في الوزن ودي طبعا وزن التركيبة المميز مع تقبلة لجسمنا مع الصلابة دي بتكون تركيبات مثالية للزرع بالذات وليها طبعا أجهزة معينة ومكان معين بيتم صناعة فيها تايتانيوم متواجد داخل المركز بمناسبة ذكر حضرتك للأجهزة والمعدات المستخدمة داخل المركز احنا عرفنا أن الداخل المركز دكتور باسم فيه عندنا جهاز مخصوص لصنع تركيبات التيتانيوم عايز أعرف من حضرتك بشكل بسيط عشان نفهم يا سيدا مشاهدين تركيبات التيتانيوم إزاي بتتم بداخل المركز تركيبات التيتانيوم لها جهاز معين اسمه ميليج ماشين ايو كات كام ماشين تمام ودي تكنولوجي معدمدة على تصميم التركيبات على صوفتوير معين اللي هو الكات ديزاين والخارط نفسه على الكمبيوتر ايدد مانيفاكتورين للتصنيع التركيبات دي بتيجي في صورة ديسكات وبيتم تصميم تركيبة كاستمايز لكل مريض يعني على شكل أسنانه على وظيفته على حتى زي ما قلنا السابورت بتاع الوش الكلام ده كله وبيتم خارطها في جهاز معين هو ده اللي بيعمل الميليج للتيتانيوم وده جهاز طبعا مميز قوي وليه طرق كبيرة قوي تكنولوجيا جميلة جدا وحديثة بتساعدنا في تصنيع الكلام ده وانا جابينها عشان نعمل كونترول على الكواليتي بتاعت التركيبات التيتانيوم فيطلع للمريض ان شاء الله أفضل حاجة لوظيفة الزرع طيب أنا لو مريض وجيت لحضرتك وعايز أعمل زراعات فورية بتركيبات التيتانيوم عايز أعرف إيه البروتوكول الحاجة بتتطبع معي أول حاجة طبعا بنشوف إذا كانت زراعة فورية أو زراعة ديليد اللي هي بعد الكونفنشن اللي نحن تعدينا من 3-6 شهر الاتنين بتعملهم تركيبات التيتانيوم بس بتختلف تركيبات التيتانيوم المعمولة لتركيبات الزراع الفورية بتبقى في صورة قولنا بار متصل عشان يعمل اسبلانتينج زي الجبيرة الأربع زراعات أو الست زراعات المستخدمة في الفك الكامل مثلا ودي بتدي للمريض سبات للزراعات وكمان وظيفة سريعة جدا نحن قلنا على طول مباشرة بعد تخليص الزرع مثلا بيبدأ يأكل على طول أما التانية بتبقى تركيبات نحن قلنا اللي هي الفاينل أو النهائية وبتقولنا إن احنا بنفضلها تكون سكروريتيند وكلمة سكروريتيند يعني يتم ربطها مش لزقها ودي اللي بنبقى ليها مرجعية ونقدر نتابعها وهي دي طبعا نوعين التركيبات المميزة في التايتيند وبنستخدمهم في الاتنين مميزاتها بيكون ايه دكتور؟ دايما المريض للمريض طبعا سهولة التنظيف ما بقاش فيه يريحة في الفم لأن تركيبات التايتيند زي ما قلنا ملساء متقبلة جدا من جسمنا ما بقاش فيه التهابات لسة نزيف لسة كل ده بيبقى بالمريض مميزات كتيرة طبعا أنه يحافظ كمان على زرعات وعمر الافتراض دي لها طيب تركيبات التتانيوم هل هي يعني تشيطب لكل مريض ولا كل مريض له ظروف معينة يعني هل في مريض ينفع مع تركيبات التتانيوم ومريض تاني لا ولا ينفع أن أي مريض عايز يعمل زراعات فورية أنه يعمل تركيبات التتانيوم تركيبات التتانيوم تصلح لكل مرضى الزرع ولكن صعوبة توفورها أو عدم تواجدها هي في صعوبة كمان خرطها لأنها تستحتاج جهاز معين للكلام ولكن هي صالحة لكل المرضى يعني نقدر نقول إنها الحل الأمثل في الزراعات الفورية؟ بنعتبرها الحل الأمثل لذي ما قلنا للثلاث أسباب خفة وزنها والصلابة وتقبلها لجسم المريض فطبعاً نتطبر أفضلها في نهاية فاكرتنا عايز أكلم مع حضرتك عن موضوع مهم جداً وبالأخص عند الدكتور باسم موضوع استخدام الليزر المائي مع الأطفال إزاي حاجة بتستخدم جهاز الليزر المائي لأنه بالأخص هو أنا اللي عرفت أنه مش موجود في مصر يا أعتبر فالتكنولوجيا زي دي تعتبر جديدة في مصر إيه الخصائص بتاعتها وإزاي بقتنا عند حضرتك الديلي بيشنت نفسه هو اللي بيعملها جهاز الليزر المائي اللي هو الووتر ليز هي تقنية حديثة وبدأت تتواجد مش طبعاً مش متواجدة بصفة كبيرة ولكن هو جهاز مميز جداً نعتبر الإيربام ياج أو الإيربام كروميوم دي مواد ليزر بتساعد كل تقريباً تخصصات طب الأسنان ممكن للأطفال زي ما قلنا لو عايزين نعمل مثلاً حشوات بسيطة بدون استخدام البنج أو الأدوات الحفرة التقليدية الهانبيس والكده بنستخدم جهاز الليزر لإزالة التساوس والحشو بيشيل بس الأجزاء المصابة من السنة بدون ضرر بباقي السن وبالتالي بيحافظ على جسم السن للمريض وطبعاً بيقلل من الخوف من المريض من صوت المكنة أو من الحفر عشان كده دايماً بيتكلموا أنه هو الأمثل للأطفال صحي كده؟ طبعاً بيكون ده أفضل جهاز لاستخدامه مع الأطفال وحتى مع الكبار انت عارف بيبقى فيه دايماً خوف من طبيب الأسنان من صوت الجهازة أو كده طبعاً بيستخدمش مثلاً لو كان فيه مثلاً تساوس عميق وصل العصب سيحتاج إبرة البنج للتقليد إيه ولكن في الحشو في الحشو الأطفال بيستخدم كمان يستخدم في الليسة بنشيل بتصبغات الليسة يعني قادر أقول أن في حالة استخدام الليزر المائي مع المريض ما فيش ألم؟ ما بيقاش فيه ألم طبعاً لأنه انت كل ده شغال بتشيل التساوس بجهاز الليزر بدون إبرة بنج وكمان ما فيش الصوت بتاع الحفر فده بيقلل كتير قوي الرعب والخوف من علاج الأسنان الأتموسفير نفسه بيتغير طبعاً طبعاً دكتور باسم أنا سعيد جداً باللقاء مع حضرتك أعزائي المشاهدين ومستمرين في لقاءنا الممتع في برنامج دار الطبيب الفكرة الجاية معنا دكتور أحمد جودة استشاري فلد النساء والتوليد انتظرونا